هل فعلا خلال تاريخ جيزة نوبل كتاب فرنسا هم الأكثر ترشحاً والأكثر فوزاً بالجيزة؟ أه، بالأرقام، بالأرقام، يعني موديانه وبعدها أنيئرنه وفيه أبلاء، يعني كذا حد في السنوات الأخيرة من كتاب فرنسا أو كتاب فرنسويين آه، وده أمر برضو طبيعي، يعني الحقيقة وحتى في النساء على فكرة تلاقي نصيبهم أكبر الثقافة الفرنسية أكثر تنوعاً من الثقافة الإنجليزية العمق الفلسفي أكبر بكتير جداً، ده مسألة مفروغ منها فرنسا أقرب لأفريقيا وأقرب لأسيا من إنجلترا مثلاً يعني دول أكبر حضرتين في أوروبا أو أعرق حتى يعني الحضارات الأعرق طبعاً في الحضارة الإيطالية، الحضارة قديمة جداً، اللي هي أصل الحضارة الرومانية تمام، لكن فرنسا في العصر الحديث مع الاستعمار يعني أقوى قوتين استعماريتين توغلوا في العالم ويعني كان لهم تلامس مع الحضارات الأخرى طبعاً فرنسا بتعتبر قويلة بشكل كثير خاصة بعد الثورة الفرنسية بالزبط، آآآ يعني الحقيقة هو التفوق، مش برضو فارق قوي يعني قد يكون هناك في النهاية برضو درجة من التقارب مع إنجلترا أو مع أمريكا يعني لأن أمريكا برضو دلوقتي على فكرة مستحوزة على أو لها نصيب كبير جداً برضو في جائزة نوبي ترجمة نانسي قنقر